الواحدة نعطي جزء من المدرسة العمومية وعشرين نقول بشكل عدد كسلي نقول واحد على عشر ممتاز على مقربة 29 سنة عمل بالمدرسة العمومية التي درست بها في الأصل ولهذا أردت كذلك أن أعطي ما قد أعطتني به الندرسة العمومية لهذا كان اختيار المدرسة العمومية لخدمتها كما خدمتني أخذت لقب أفضل معلمة بالعالم بنيو ديلهي بعدها أخذت الجائزة التعليمية الدولية سنف المدرس المبدع بدبي فمشروعي يدمي فيه التكنولوجيا في الفعل التعليمي التعلمي فلأننا نسير التطور التكنولوجي ولأننا نطمح لجودة التعليم تبعا للسياسة الحكومية والخارطة الطريق هكذا كان لمشروعي إقبال واهتمام كبير من قبل المغرب وكذلك خارج المغرب الاشتغال بالتكنولوجيا أصبح هدف كل مدرس بالمدرسة العمومية وكذلك المدرسة الخصوصية لأن مدكرة وزارية نتلقاها بخصوص التكوينات في هذا المجال ولهذا فالكل معني بإدماجها في فصله الدراسي المغرب والمدرسة المغربية العمومية مهتمة كثيرا بإدماج تكنولوجيا في الفعل التعليمي التعلمي وهذا مسائرة للأهداف التربوية التي تتوقع السياسة الحكومية في تجويد العملية التعليمية بالمدرسة المغربية العمومية رسالتي لكل أساتذة من يحملون رسالة مهمة في حياتهم وهي خدمة جيل المستقبل الذي الآن يجب أن يسير التطور والتقدم باستخدام التكنولوجيا لأنها صارت مهمة خصوصا مع التورة والذكاء الاصطناعي عليهم بمساعدة المتعلمين وفي استعمال التطبيقات في دروسهم وكذلك تفعيل منصات التواصلية لكي يكون هناك تواصل بين المدرس والمتعلم في عملهم الدراسي الطموحي المستقبلي هو أن هذا المشروع يجب أن يعمم في المغرب كله لأن الهدف هو المواطن هو التنميذ هو المغربي بالخصوص ما تنساش تشترك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر